موسيقى الرئيس السيسي وجه بالإسرائيل بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخبز موسيقى مجلس الوزراء يوافق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام موسيقى وزيرة الصحة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الميكانة والتحول الرقمي بمنظومة تأمين الصحي الشامل الجديد موسيقى الواحدة ظهرا في القاهرة موجز لهم واخر الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي أمس مع رئيس الوزراء ووزراء الريء والزراعة والتموين كما اجتمع سيادة والرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التموين لمتابعة جهود الدولة في منظومة المخبز المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والريء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان موجها سيادته بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج والبالغ قيمتها خمسين ألف جنيه لكل مركز وذلك دعما من الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ناحية أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج ومضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج كما عرض السيد وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بما فيها المشروع القومي للبتلو ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية ومشروع التحسين الوراثي وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث وجه السيد الرئيس بزيادة أعداد القوافل الطبية البيطرية على مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان في المزارع حفاظا على قيمة الثروة الحيوانية كما عرض السيد وزير الرئي عددا من مشروعات الوزارة الخاصة بتوفير مياه الرئي خاصة في المناطق الصحراوية الشمالية حيث وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتحسين آليات الرئي والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظاهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لأهالي المنطقة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 28 ألف مخبز ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية وقد وجه السيد الرئيس بالإسرع في الخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية آخذا في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين مما يستلزم ضمان الصحة الغبائية وتحسين جودة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة موجها سيادته بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وذلك مواكبة لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي وقد اطلع السيد الرئيس أيضا خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتين قهة وإدفينة للصناعات الغذائية من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع والجدول الزمني والتكلفة المالية الإجمالية والهيكل التنظيمي المقترح وتطوير خطوط الإنتاج وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدرتهما التنافسية والتصديرية وفق بجلس الوزراء خلال الاجتماعي الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفق المجلس على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الجاري وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماعي على حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم موضحا أن هناك تكلفات محددة للجهة الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار هذا القانون وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية من أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة تأمين الصحي الشامل ومن جانبها نفت هيئة الدواء المصرية تلك الأنباء مشددة على توافر جميع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكافة المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي وأن مخزونها الاستراتيجية أمن ومطمئن تماما حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحدة لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية استقبلت وزيرة الصحة الدكتور أهل زايد مساء الأمس وزيرة دولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي والدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام الميكانة والتحول الرقمية بمظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وشددت الوزيرة خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية وأكدت الوزيرة على استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقا للبعدلات الزمنية المحددة كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع وزارة الانتاج الحربية في تنفيذ مشروعات الصحة خاصة منظومة التأمين الصحي الشامل أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 98 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع بذلك إجمالي والمتعافين من الفيروس إلى 102 816 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 392 حالة جديدة ثبتت جابية تحليلها معمليا للفيروس كما لفتت الوزارة إلى وفاة 16 حالة جديدة كان هذا موجز الواحدة ظهرا من تلفزيون النهار دمتم بخير وإلى الزقاء ترجمة نانسي قنقر